تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم من تطعيم فيزر فيونتك المضاد لفيروس كورونا نعم حيث أشار سموه إلى همية تعزيز وطيرة الجرعات التنشيطية من التطعيمات ضمن الحملة الوطنية للتطعيم وكذلك أخذ التطعيمات المضادة للفيروس والتي تم إجازتها بمملكة البحرين من قبل المؤهلين الذين لم يبادروا بأخذ التطعيمات حتى الآن لما تشكله هذه التطعيمات والجرعات المنشطة من تحصين للفرد والمجتمع وحمايته من الفيروس وكافة المتحورات وأكد سموه وحفظه الله أن نتائج التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجال التصدي لفيروس كورونا على كافة مساراته تأتي بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين من مواطنين ومقيمين ومؤسسات عامة وخاصة وما يبدونه من وعي والتزام وفق كل مرحلة من مراحل التعامل مع الفيروس مشيرا إلى أن كافة الخطط التي تتم في إطار التصدي للفيروس تعتمد بشكل كبير على التجاوب الفاعل من الجميع والوعي بأهمية التعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية وعرب سموه عن شكره وتقديره في هذا الصدد لكافة الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية والمساندين لهم من مختلف الجهات المعنية على ما يبذلونه من عطاء متواصل من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مشيدا بالمستوى المتميز للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وبإسهامات الكوادر الوطنية من كافة أعضاء فريق البحرين العاملة ضمن هذه الجهود والداعمة له اشتركوا في القناة